صباح النصر والميداليات الدهب النهاردة عايزين احتفل طبعا بابطال مصر في دورة الالعاب البرالنبية في باريس 20-24 ابطالنا الحمد لله قدروا ان هم يرفعوا راسنا ويحققوا انجازات دهبية مشرفة هنتكلم عنها طبعا النهاردة بالتفصيل البطل محمد المنياوي والبطل رحاب ردوان ابطال مصر واللي قدروا ان هم يثبتوا ان العزيمة والارادة اقوى من اي تحدي ايا كان انجازات مبهرة لابطال قدروا ان هم يتحدوا الظروف الصعبة عجبتني صباح النصر وصباح الدهب حاجة تفرح وانت لو شفت صورهم مبارح وبيفوزوا بالميداليات وبيتواجوا على مصر ونشيد الوطني بتلاعب كمان في فرنسا يعني الموضوع بصراحة مشرف جدا جدا محمد المنياوي يعني يحقق انجاز كبير بحصوله على اول ميدالية ذهب لمصر في الدورة دي وهو نافس في منافسات وزن 59 كيلو جرام منياوي رفع اوزان 194 و198 واخيرا 201 كيلو قدر ان هو يتفوق على منافسين من دول كتير جدا زي الصين استونيا سلفادور ايران وكانت لحظة في الحقيقة تاريخية لحظة تتويجه وهو شرفنا الف مبروك لك يا منياوي طبعا كمان البطل ارحاب ردوان واللي حصلت على الميدالية الذهبية في وزن 55 كيلو بعد ما رفعت وزن قدره 121 كيلو جرام رحاب اثبتت ان مصر مش بس مشاركة لكن كمان احنا قادرين على تحقيق الانتصارات الكبيرة في اي مجال رحاب قبل ما تسافر ودي حاجة بقى عجبان ياوي كان بتطلع على الشاشات وتأكد انها هترجع بالذهب ودي حاجة طبعا بتعكس مدى ثقتها في نفسها وقد ايه عندها اصرار وعندها عزيمة وعندها طموح انها تحقق حلمها وتفوز بالميدالية الذهبية وقد كان فعلا يا بسان عارف لما بتشتغل وبتعمل اللي عليك وتتوكل هو ده يعني انت لازم تبقى وثق في نفسك انت عامل اللي عليك ومسدد نفسك وانا طول السنة بشتغل وبتمرن ويعني مكرس وقتي ومجهودي وتفكيري وحياتي لحاجة زي دي اللي ما رجعهاش بالذهب في الحقيقة ده مش غريب عليها رحاب ردوان قدرت انها تقدم اداء مذهل جدا زي معودتنا في كل مشاركاتها الدولية يعني هي كل مرة بتفاجئنا وبتعمل حاجة جديدة لان هي فعلا فعلا دقوبة وبتحب اللي هي بتعمله والبعثة المصرية في الحقيقة كمان مش بس جابت الدهب لكن شاركت في عشر رياضات مختلفة بـ 54 لعب ولعبة انجازات ابطالنا في الحقيقة بتفرحنا وبتأكد لنا الجهد الكبير اللي بتعمل ورا الكواليس اللي ليه سماره وان شاء الله نكمل بنفس الروح وانحقق مزيد من النجاحات في المنافسات اللي جاية احنا لسه عندنا رياضات كتير وابطالنا جاهزين ان هما يضيفوا ميداليات جديدة لحصيلة مصر في الحقيقة اللي يعني بيشتغل بيلاقي واللي بيدي مجهود بيلاقي وهو ده وعد ربنا سبحانه وتعالى لينا وده اهم حاجة ان احنا يبقى عندنا الفكر ده والقوة دي في التفكير والعزيمة دي الناس دي على فكرة جبعة ما صحيتش كده الصبح راحت جابت ميداليا دهب لا دول قعدوا يتمرنوا شهور وشهور عشان يوصلوا لده وكرسوا كتير قوي من مجهودهم ومن وقتهم ومن حياتهم عشان توصل لنجاح وعشان النجاح ده لازم هتتنازل عن حاجات تانية في حياتك كماليات أنا متأكدا ان الناس دي ليهم نظام غذائي معين ليهم بيتمرنوا عدد ساعات كتيرة في اليوم فيش بقى خروجات نعود على أهوي بالليلة عشان مش عارفة نعمل ايه ما فيش وفعلا زي ما انت قلت في البداية فيه تحديات كتيرة قوي هم عدوا بيها ولكن هم فايزوا عليها زي ما انت بدأت كلامك خليني أنهي بقى كلامي صباح النصر وصباح الدهب على أبطالنا اللي مشرفلنا في كل المحافلة الدولية مرة تانية بنصبح عليكم وجمعة مباركة وصباح الخير يا مصر